بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين نكمل في مصاق محاسبة شركات واحد كلية الدراسات المتوسطة جامعة الإسراء غزة وسنكمل في موضوع انضمام الشريك كنا قد تناولنا في اللقاء السابق مجموعة من المفاهيم وركزنا على الأهداف التالية الهدف الأول وهو عمل القيود الخاصة بدخول الشريك الجديد إلى الشركة وفق طرقه المحاسبية اثنين التعاون مع المشاكل المحاسبية التي قد تحدث نتيجة انضمام شريك جديد والناتجة عن اختلاف المبالغ المدفوعة من قبل الشريك الجديد وحصته في الشركة كذلك عمل القوائم المالية بعد اتمام عملية الانضمام قلنا قد يتفق الشركاء في شركات الأشخاص لأن شركات الأشخاص تبنى أو تتكون على أساس الثقة على أساس الثقة إذا انضمام شريك جديد تتوافقوا على انضمام شريك جديد فالآن بننظر على الطريقة اللي ممكن ينضام فيها الشريك قد يتفق الشركاء على انضمام شريك جديد إلى الشركة إما من خلال شراء حصة من رأس مال الشركاء القدامة أو من خلال استثمار أموال جديدة مما يعني الحصول على موارد إضافية للشركة وهذا بيأدي إلى زيادة رأس المال كنا قد تناولنا في اللقاء السابق قلنا من الناحية المحاسبية هناك طريقتين للانضمام الطريقة الأولى هي شراء حصة من رأس مال الشركاء القدامة وتناولنا هذا الموضوع بالتفصيل قلنا شراء حصة من رأس مال الشركاء القدامة قد يكون بالقيمة الدفترية وقد يكون بالقيمة السوقية أو من خلال الطريقة التانية استثمار أموال جديدة في الشركة تناولنا في اللقاء السابق وفي موضوع شراء حصة من رأس مال الشركاء القدامة اليوم سنتناول طريقة انضمام الشريك الجديد إلى الشركة من خلال استثمار أموال جديدة في الشركة من خلال انضمام شريك الجديد واستثمار أموال جديدة في الشركة أيضا ركزنا في اللقاء الصابع قلنا أن شراء الحصة من رأس مال الشركاء القدامة قد تكون عملية الشراء بعد إعادة تقدير أصول المنشأة أو من خلال شراء حصة على أساس القيمة الدفترية للأصول والخصوم أيضا ويتكرر هذا الحال في استثمار أموال جديدة في الشركة إذن في حال استثمار أموال جديدة في الشركة ستقدر حصة الشريك الجديد إما من خلال شراء الحصة بعد إعادة تقدير للأصول أو من خلال شراء حصة على أساس القيمة الدفترية للأصول والخصوم وهذا يدخلنا في ثلاث سيناريوهات شراء حصة على أساس القيمة الدفترية للأصول والخصوم بدخلنا في ثلاث سيناريوهات أول هذه السيناريوهات إذا تساوت حصة الشريك إذا تساوت المبلغ اللي بدفعه الشريك مع القيمة الدفترية لصاف الأصول فلا يوجد معالجة محاسبية أما إذا كان القيمة للمبلغ اللي بدفعه الشريك الجديد أكبر من صاف القيمة الدفترية في عندي بدي يكون هنا في شهرة وإذا كان أقل فهو احتياطي تضخم أصول وسنتناولها بشيء من التفصيل لو قلنا الآن عنوان هذا اللقاء استثمار أموال جديدة في الشركة يعني انضمام الشريك من خلال استثمار أموال جديدة في الشركة سنتناول البند الأول وهو شراء حصة جديدة بعد إعادة تقدير الأصول الإجراءات المحاسبية لانضمام شريك جديد أول شيء بدنا نثبت نتائج إعادة التقدير نتائج إعادة التقدير وبندنا نشوف تأثيرها على المركز المالي للشركة هالرأس مال الشركاء هذا بتغير بتغيرش بعدها بنجمع حقوق الشركاء القدامة في حساب رأس المال ومن ثم إثبات انضمام الشريك الجديد إلى الشركة سواء الانضمام كان على أساس شراء حصة أو استثمار أموال جديدة ومن ثم تسوير المركز المالي للشركة أقبر انضمام الشريك الآن إعادة التقدير إعادة التقدير قد هناك بعض في حالة إعادة التقدير هناك بعض الأمور تزيد من تزيد من إيش من زيد من قيمة الأصول في حالة زادت قيمة الأصول فهنا إيش بحقق ربح يعني ربح إعادة التقدير في حالة إنه زادت قيمة الأصول فهذا بيديني ربح إعادة التقدير طب لو انخفضت الأصول هذه خسائر إعادة التقدير طب بالنسبة للالتزامات العكس انخفاضة الالتزامات بديني ربح عادة تقدير لكن زيادة الالتزامات هي خسائر عادة تقدير ايضا نقص قيمة المخصصات باعتبر من 4 عادة تقدير اذا 4 عادة تقدير هي عبارة عن زيادة في قيمة الاصول او نقص في قيمة الالتزامات أو نقص في قيمة المخصصات زي ما هو أمامنا إذن أربعة إعادة التقدير بتنتج عن زيادة في قيمة الأصول في قيمة أصل من الأصول أو النقص في قيمة الالتزامات أو نقص في قيمة المخصصات أو أي إرادة ينتج عن إعادة التقدير أما خسائر إعادة التقدير فهي العكس بتنتج على نقص في حالة نقص في قيمة أصل من الأصول فعندي خسائر إعادة التقدير أيضا الزيادة في قيمة التزامات لو قمنا بتقدير التزاماتنا لقنا أنه في زيادة في قيمة التزاماتنا عن القيمة الدفترية المسجلة فهذا بدينا إيش خسائر إعادة التقدير كذلك زيادة في قيمة المخصصات وأي مصاريف تنتج عن إعادة التقدير طب كيفية المعالجة المحاسبية كيفية المعالجة المحاسبية زيادة الأصول الأصل مدين الأصل مدين إذا طبيعته مدين الطبيعة هي الزيادة ففي حالة زيادة الأصل فبكون عندي ربح الآن بنقول من حساب الأصول الزيادة في الأصول ومن حساب النقص في الالتزامات الالتزامات دائنة نقصة بتصير إيش مدين المخصصات دائنة نقصة مدين الإرادات دائنة نقص إذن الآن بلنشوف القيد المحاسبي لأرباح إعادة التقدير أرباح إعادة التقدير بدن نقول من حساب الزيادة في الأصول من حساب النقص في الالتزامات من حساب النقص في المخصصات إلى حساب إعادة التقدير والقيد المحاسبي هاي أمامنا اللي بيثبت فيه أرباح إعادة التقدير بنقول من مذكورين الأصل بمقدار الزيادة من مذكورين الأصل بمقدار الزيادة وحساب الالتزام بمقدار النقص وحساب الخصوم المخصصات بمقدار النقص والإرادات حسب نوعها إلى حساب إعادة التقدير هنا الآن بشكل قيد إثبات إعادة التقدير إثبات أرباح إعادة التقدير أما في حالة الخسائر قلنا الخسائر زيادة الأصول ربح طب نقص الأصول خسارة بدنا نلاحظ أولا إعادة التقدير إعادة تقدير عناصر المركز المال إيش يعني إعادة التقدير الآن بديدخل لعنا شركة جديدة الشركة فيها أصول والتزامات وحقوق ملكية العناصر هذه في المركز المالي الأصول سيارات آلات معدات الآن هذه السيارات قبلما يدخلنا الشريك مسجل للسيارة ب 10.000 دولار لو قبت بإعادة التقدير هل لقيتها إيش لا بتسوى بالسوق 20.000 دولار معناه هذا ربح إذن الزيادة في الأصول شكل لي ربح لكن النقص في الأصول شكل لي خسارة النقص في الأصول شكل لي إيه خسارة كذلك العكس الزيادة في الاتزامات الزيادة في الاتزامات شكلت لي خسارة وكذلك الزيادة في قيمة المخصصات وأي مصاريف تنتج عن إعادة التقدير إذن فما هي المعالجة المحاسبية في حالة وجود خسائر إعادة التقدير فوراً بدأقول من حساب إعادة التقدير إلى النقص في قيمة الأصول والزيادة الأصل بمقدار النقص إلى مذكورين الأصل بمقدار النقص والالتزام بمقدار الزيادة والمخصص بمقدار الزيادة والمصاريف حساب نوحة إذن بهذه الحالة أنا إيش قمت بعملية إعادة التقدير أنا قمت بعملية إعادة التقدير إعادة التقدير هاي قلنا إحنا الإجراءات أو إجراءات المعالجة المحاسبية لانضمام شريك جديد أول خطوة هي إثبات نتائج إعادة التقدير إثبات نتائج إعادة التقدير لقيم عناصر المركز المالي للشركة في تاريخ الانضبام الخطوة الثانية هي تجميع حقوق الشركاء القدامة في حساب رأس المال في حساب واحد وهو حساب رأس المال ومن ثم اثبات انضبام الشريك الجديد بأي طريقة كانت إذن هاي القيد المحاسبي اللي بخص خسائر إعادة التقدير طب قلنا الآن في عندي قلنا أرباح إعادة التقدير القيد المحاسب ايش كان بقول من مذكورين إلى حساب إعادة التقدير إعادة التقدير وين بيقفل إعادة التقفير آدد دائل وين بيقفل بيقفل في حساب رأس المال فبنقول من حساب إعادة التقدير إلى حساب رأس المال رأس مال كل شريك من الشركاء إلى حساب رأس مال إذن الربح أرباح إعادة التقدير بتزيد رأس مال الشركاء أربع إعادة تقدير بتزيد رأس مال الشركاء القدامة رأس مال الشركاء القدامة بزيد طب الآن الخسائر بتنقص رأس مال الخسائر قلنا إيش المعالجة المحاسبية القدر المحاسبة للخسائر من حساب إعادة التقدير مدين إذن في حالة إقفال يصبح إيش دائن فبنقول من حساب رأس المال إلى حساب إعادة التقدير يعني إذا كان إعادة التقدير مدين يصبح دائم ويقفل في حساب رأس المال طبعاً بتم توزيع على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر إذن الآن قمنا بعملية إعادة التقدير وأقفلناها في حساب رأس المال ترحيل الرصيد لإعادة التقدير على رأس المال إعادة التقدير بيأثر إذن هيك إحنا بنقوم بالعملية الأولى من تجميع الحقوق في رأس مال الشركاء القدامى ما زلنا بنتحدث عن الشركاء القدامى الخطوة الثانية قلنا إيش هي الخطوة الثانية الخطوة الثانية من الخطوات اللي حكينا عنها هي إيش تجميع حقوق الشركاء القدامى في حساب واحد درأس المال تجميع الحقوق تجميع حقوق الشركاء القدامى هاي الآن الآن حقوق الشركاء القدامى هي عبارة عن إيش بتتمثل أول شي الحصة في رأس المال الحصة في رأس المال أول إيش رأس مالهم اللي موجود دفتريا بنضنظيف عليه نصيبهم في أرباع إعادة التقدير نصيبهم في أرباع إعادة التقدير أو بدنا نخصم منهم خسائر إعادة التقدير نصيبهم من خسائر إعادة التقدير اللي توذكرنا ايضا نصيبهم الاحتياطات العامة الاحتياط العام اللي احنا هو عبارة عن بكون في جانب الخصوم ضمن حقوق الملكية هذا الاحتياط العام بدنا نوازعها للشركاء بدنا ياخذوا نصيبهم منهم ايضا شهرة المحل شهرة المحل وهذا بركزلنا على الموضوع الثاني الان بما يخص يعني هذا بيختص بما يخص الان الشراء على اساس القيمة الدفترية ايضا ارصدت الحسابات الجارية للشركاء او بنسميها الحسابات الشخصية ارصدت الحسابات الشخصية قلنا حتى ننظم العلاقة بين الشركة والشركاء تم مفتح حساب اسمه حساب الجاري للشركاء او الحساب الشخصي للشركاء الحساب هذا اذا تم تسحوبات بتأثر عليه اذا اقرض الشركة الشريك بتأثر عليه بالمجمل الرصيد قد يكون مدين وقد يكون دائن إذا كان مدين الآن هذا الرصيد يخفض من رأس المال أما إذا كان دائنا فهذا يزيد من رأس المال أيضا قروض الشركاء إذا الشركاء لديهم أحد الشركاء لديه قرض على الشركة بدينا ناخده في عين الاعتبار إذا أحد الشركاء لديه قرض على الشركة بدينا ناخد هذا الشيء في عين الاعتبار وبدينا نضيفه إليه كشريك قديم الآن نجمع الشركاء القدامى ومن ثم يتم إثبات انضمام الشريك الجديد إلى الشركة بإحدى الطرق من ثم يتم إذن نحن قلنا أنه لدي خطوات الخطوة الأولى من الإجراءات المعالجة المحاسبية اللي هي إيش إعادة تقدير قيم عناصر المركز المالي إلا عادة تقدير أخذنا الثاني بعدها نجمع حقوق الشركاء القدامى في حساب واحد ومن ثم إثبات انضمام الشريك الجديد سواء كان انضمام الشريك الجديد على أساس شراء حصة من الشركاء القدامى أو استثمار أموال جديدة إذا قلنا الخطوة الثانية هي تتمثل بحقوق تجميع حقوق الشركاء القدامى وهي زي ما هي أمام يليها إثبات انضمام الشريك الجديد إلى الشركة بإحدى الطريقتين نحن قلنا في اللقاء السابق عن شراء خصة من رئيس المالي الشركاء القدامى واليوم سنحدث باستثمار أموال جديدة في الشركة الآن في حالة دخول شريك جديد إلى الشركة ما هذا سيحدث لي؟ دخول شريك جديد إلى الشركة ما هذا سيحدث لي؟ هذا سيزيد من الأموال الموجودة لدى الشركة سيزيد من الموارد الموجودة في الشركة وتزيد من رأس المال وهذا شيء واقعي في الحياة العملية حيث يقوم الشركاء الشركة الجديدة بتقديم حصته سواء بتقديم مبلغ نقدي أو أصل عيني وكيف تتم تثبيت أو إثبات تقديم الحصة الآن الأصول التي يقدمها الشريك تكون هذه مدينة الأصول التي يقدمها الشريك بتكون مدينة ورأس مالي الشركة الجديدة بيصبح دائلا فبنقول من حساب الصندوق إذا قام بتقديم حصته نقدا أو البنك إذا كان قام بتقديم حصته من خلال شيء أو أي أصول أخرى إذا قام بسيارات آلات معدات أو ممن الممكن يكون كلهم فبنقول من مذكورين صندوق بنك أصول بأنواعها المختلف لكن بنلحظ إذا ما تم تزديده في وقت التعاقد أو كان هناك فترة زمنية بين الاتفاق وبين تكوير رأس الماد الآن بدنا ناخد فعيل الحسبان أيضا في عندي أساسين لتقييم صاف الأصول إما على أساس القيمة الدفترية زي ما حكينا للأصول والخصوم أو على أساس إعاة التقدير تمام؟ إعاة التقدير إحنا أخذناها تو إعاة التقدير إحنا أخذناها تو زي ما قلنا انضمام الشريك من خلال الخطوات التالية الآن بنطلع على مثال عملي لهاي الموضوع بنطلع على مثال عملي المثال اللي أمامنا الزهراني والمالكي شركاء في شركة تضامن برأس مال قدره 180 ألف ريال موزعة بين الشركاء بالتساوي يعني كل منهم 90 ألف ريال حيث يقتسم الأرباح والخسائر بالتساوي أيضا وقد تم الاتفاق على دخول الغامدي شريكا في الشركة بحصة في رأس المال قدرها 30 ألف ريال على أن يتم تسديدها فورا في البنك أو في بنك الشركة حيث تم الاتفاق اتفاق شركاء التلاتة على أن تكون النسبة الجديدة لتوزيع الأرباح والخسائر حسب نسبة رؤوس الأموال كما اتفقوا على إعادة تقدير بعض الأصول حسب الآتي اتفقوا على إعادة تقدير بعض الأصول حسب الآتي أول شيء الأراضي 80 ألف ريال بعد إعادة تقدير الأثاث 25 ألف ريال بعد إعادة تقدير البضاعة 95 ألف ريال بعد إعادة تقدير أيضا أوراق القابض 50 ألف ريال بعد إعادة التقدير فإذا علمت أن ميزانية الشركة كانت كما يلي الميزانية أمامنا الأراضي كانت 110 ألف أصبحت بعد إعادة التقدير كام 80 ألف إذن هنا خسائر إعادة التقدير هنا خسائر إذن بما يخص الأراضي هنا في خسائر إعادة التقدير باللون الأصفر خسائر إعادة التقدير أيضا الأثاث كان كام 30 ألف هنا في خسائر الأثاث في خسائر إعادة تقدير أيضا البضاعة كيف قيمتها البضاعة 80 ألف هنا في إيش في البضاعة في زيادة إذن في البضاعة في أربع إعادة تقدير أوراق القبض 50 إذن هي كان 60 إذن في هنا إيش خسائر إعادة التقدير خسائر إعادة التقدير طب إيش المطلوب المطلوب عمل قيود اليومية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وتصوير الميزانية العمومية بعد الانضماء أول شغلة لحظنا أن الأراضي فيها إيش خسائر إعادة التقدير كيف قيمة الخسائر من 110 إلى 80 30 ألف إذن 30 ألف خسائر إعادة تقدير والأثاث من 30 إلى 25 في خسائر إيش قيمتها كام 5000 أيضاً أوراق القبض كانت 60 أصبحت كام 50 إذن بدنا نسجل للقيد المحاسب الأول من حساب إعادة التقدير لأن هذه خسائر الأصول نزلت الأصول مدينة في حالة انخفاضة تصبح دائنة فبنقول من حساب إعادة التقدير إلى مذكورين أراضي أثاث أوراق قبض أما بما يخص البضاعة فهي زادت بقيمة كام 15 ألف فبنقول من حساب البضاعة لأن أصل وزاد إلى حساب إعادة التقدير الآن لو لاحظنا أن مقدار الخسائر أي خسائر إعادة التقدير 45 ألف اللي هما 30 ألف زائد 5 زائد 10 45 ألف 45 ألف هذه خسائر أما الأرباح فهي كام 15 ألف من 80 لا 95 فهي 15 الفرق هو عبارة عن 30 ألف أرباح إعادة التقدير وحنشوفها مع بعض إذن المعالجة المحاسبية أمامنا أول إشي أثبتنا أرباح خسائر إعادة التقدير لكل من الأراضي والأثاث وأوراق القبض ومن ثم أثبتنا أرباح إعادة التقدير الخاصة بالبضاعة قبل من 15 ألف قلنا عندي خسائر 45 ألف زي ما أنتم شايفين أمامنا اللي هو 45 ألف خسائر إعادة التقدير أما أرباح إعادة التقدير كام 15 إذن الفرق هو إيش 30 ألف الفرق 30 ألف هنا 45 خسائر وأرباح 15 إذن في خسائر كام الخسائر هذه بده يتم توزيعها على رأس المال إذا منخفض رأس المال كل من الشركاء لأنه الرأس المال بالتساوي فبنقول من حساب رأس المال الشريك الزهراني وحساب رأس المال الشريك المال إلى حساب إعادة التقدير إذن أنا وزعت نصيبهم من الخسائر يعني الخسائر 30 ألف وزعتها بينهم على كل من الشركين بالتساوي الآن قلنا خطوات الخطوة الأولى بتم إعادة التقدير بعدها بده يوزع رأس المال وبده يضيف عليه أرباح أو خسائر إعادة التقدير أيضا إذا فيه احتياطيات أو شهرة بده أوزعها عليهم بدنا نرجع الميزانية العمومية نشوف فيه عندنا احتياطيات أو شهرة لو نظرنا لو نظرنا أمامنا هللاحظ في جانب الخصوم في عندي إيه في عندي دائنون أو أوراق دفع أما بما يخص رأس المال في عندي رأس مال الشركين أيضا في عندي هنا بندين مهمات اللي هو احتياطي عام يعني احتياطي محتجز الآن احتياطي عام بقيمة أربعين ألف وأرباح غير موزعة عشرين ألف هذا بتخص مين بتخص الشركاء القدامى أربعين ألف وعشرين ألف بدنا نوزعها على الشركاء القدامى حتزيد رأس مالهم الاحتياطي هذا دائ co ترجع الإحتياطي عام إلى حساب رأس مال الشريك الزهراني ورأس مال الشريك المالكي أيضا أرباح غير موزعة بريد تم توزعة بنفس الطريقة من حساب أرباح غير موزعة إلى رأس مال كل من الشركين إذن بهذه الطريقة بريد تزيد رأس مال كل من الشركين ومن ثم هنا بيتم توزيع إنا الآن قلنا عندي مجموعة من الخطوات أول خطوة بقوم بعملية إعادة التقدير ثاني خطوة بدي جمع رأس مال كل من الشركين الشركاء القدامى ومن ثم بدي أثبت عملية دخول الشريك الجديد إذا لحظنا خسائر إعادة التقدير اللي وزعناها 30 ألف أيضا الاحتياطيات هذه خفضت رأس المال أصبح مدين أما الاحتياطيات فهي بتزيد رأس المال الاحتياطيات الـ 40 ألف وزعناها بالتساوي بينهم فقلنا من حساب الاحتياطيات العامة إلى مذكورين رأس مال الشركة الظهراني ورأس مال الشركة المالكي وزعناها بالتساوي بينهم أما بما يخص الأرباح غير الموزعة تم توزيعها بين الشركين بالطريقة اللي احنا شايفينها أمامنا طيب الآن إيش الخطوة التي تليها الخطوة التي تليها هي دفع الشريك لقيمة رأس المال الجديد أو المبلغ المستثمر الجديد يديش المبلغ المستثمر الجديد إذن لو لاحظنا القيد اللي أمامنا في أعلى الصورة من حساب البنك لأنه سدد المبلغ في البنك إلى حساب رأس مال الشريك الغامدي اللي هو الشريك الجديد هيك أثبتنا هيك أثبتنا انضمام الشريك الجديد إلى الشركة الآن كان فيه عند المطلوب الثاني هو تصوير الميزانية العمومية بعد انضمام الشريك تصوير الميزانية العمومية بعد انضمام الشريك الجديد بدنا نشوف الميزانية العمومية بشكلها الجديد ونعلق عليها إذن لاحظوا في الميزانية العمومية الأراضي بالقيمة الجديدة بعد إعادة التقدير 80 كانت في الأولى إيش 110 الأثاس كان 30 بعد إعادة التقدير 5 20 البضاءة 95 بدل إيش بدل 80 أيضا الأوراق القبض أصبحت 50 بدل 60 كل هذه تأثرت بعد إعادة التقدير الآن رأس مال الشركاء القدامى تم دخول إيش تأثر رأس المال رأس مال في الميزانية العمومية كان قديش رأس المال في الميزانية السابقة كان 90 ألف لكل من الشركين كان 180 ألف موزع على الشركين أصبح 105 أصبح 105 كيف أصبح 105 رغم أنه مر بمجموعة من الخسائر كل من الشركين أخذ خسائر 15 ألف لكن أخذ احتياطيات 20 ألف و10 ألف أربع غير موزع صاره كام 30 ألف هو إذا نخسر خسائر إعادة التقدير انخفض رأس المال بقيمة 15 وزاد بقيمة 30 اللي هي من الاحتياطيات العام الاحتياط العام ومن أربع غير موزع أصبح بي وخمسة لكل من الشركين أما الشرك الجديد فهو قيمته كام 30 ألف إذن هذا بذلك نرى المعالجة المحاسبية في حالة انضمام الشريك جديد بعد إعادة تقدير الأصول والخصوم في الشركة نتمنى التوفيق لطلابنا الأعزاء ونكمل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر